السلام عليكم شستزوما هيماتوبيام. موضوع الفيديو ده عن دودة مهمة جدا جدا وهي الشستزوما هيماتوبيام اللي هي دودة البل هاريسيا. ودي طبعا مهمة عشان متوطنة في مصر. هي من عائلة التريماتوز او الاسم التاني ليه اللي هو الفلوكس. الفلوكس ده اللي هو اسم الدلع بتاع التريماتوز. وبنسميها الشستزوما هيماتوبيام بنقول عليها اللي اللي هي البلوات فلوكس. ليه عشان بتعيش في البلوات فيسرز بتاع اليورناري تريكت. والتريماتوز اللي هي عائلة الهيمينس ديدان من عائلة الهيمينس بتبقى كلها هرمة في رضايت مع عدا الشستزوما يعني كلها بتبقى يعني الدودة الوحدة فأي تريماتوز بتبقى فيها الميل والفيميل جينيتل اورجنز مع عدا الشستزوما. الشستزوما هي بتبقى سيبرت سيكس يعني الميل لوحدي والفيميل لوحدية. طيب هي برضو الشيستزومة دي عندها ساكرز زي زي بقيت التريماتوتز وظيفة الساكرز دية ليه ممصات بتبقى بتثبت الدودة في المكان اللي هي عايشة فيه. فهين هتثبت لي الشيستزومة هيماتوبيام في اللي هي عايشة فيها. عشان ما تنجرفش مع الطيار. الميل عندي بيبقى شكله عامل ازاي؟ الميل بيبقى. الجزء الامامي بتاعه بيبقى سل اندريكال سطواني. اما الجزء الخالفي بيبقى آآ فليات. والجزء الفليات ده بيبقى فولدد عشان يعمل لي كنال. الكنال دي مهمه جدا اسمها الجاينيكو فورك كنال وده بيشيل فيها الفيميل اللي هي شكلها بيبقى سيلندريكا يبقى الميل هنا بيشيل الفيميل فين في الجينيكوفوريك كنال تمام جيوجرافكا الديستريبيوشن موجودة فين الشيستيزومة هيماتوبيا طبعا رقم واحد في مصر تمام هي متوطنة اصلا في مصر تمام خاصة في القبر ايجيبت موجودة في بعض البلاد في افريكا وفي اسيا وفي جنوب اوروبا اللايف سايكل اللايف سايكل هتبتدي بالانسان اللي هو الفلاح اللي عنده شيستيزومة هيماتوبيا عايشة فيه الفينوس بليكسوس اللي هي شبكة الاوردة اللي بتغذي اليوريناري تراكت اتفقنا ان الميل بيشيل الفيميل في الجينيكوفوريك كنال اللي هي موجودة في جسم الميل تمام تبدأ الفيميل ان هي تحط الاجز الاجز دي بتنزل معه اليورين الشخص ده هيعمل يورينيشن في الترعه فهتنزل الاجز دي الفريش هوتر عشان تكمل اللايف سايكل وهتفقس وتطلع منها اللوكة كوت الصغير اللي هي الميراسيديام الميراسيديام ده يبتدي يعوم في المياه ويبحث له عن الانترميديات هوست بتاعه لو ملقيش الانترميديات هوست هي خلال 24-48 ساعة الميراسيديام ده بيموت الانترميديات هوست بتاع الشيستيزومة هيماتوبيا ده نوع من اللي اسنيل اسمه بولينس ترانكيدس هيبتدي الميراسيديام هيتقاصر جوه لسنيل ويتحول لي لسبوروسست وبعد كده سيركريا في كل الترمياتود اللي احنا شرحناها كان بيدخل الميراسيديام جوه لسنيل يتحول لي لسبوروسيست سم ريديا سم سيركريا هنا الشيستوزومة ما فيهاش ريديا ستيج ديسبوروسست بتحول لي مباشرة لسيركريا السيركريا دي اتفقنا worthy سيركاريا عبارة عن بضي وتيل وبتتسمى على حسب شكل التيل بتاعها. فالسيركاريا بتاع الشيستزومة اسمها فوركوسيركاس سيركاريا. يعني التيل بتاعها بيبقى مشقوق تمام؟ فالسيركاريا دي هتبتدي ان هي تعم بعد ما خرجت من الاسنان وهتدور لي على انسان عشان تختارق جسمه. يجي شخص تاني نازل الترعة فالسيركاريا دي تدخل جسم الانسان تعمل بنتريشن للسكن وترمي التيل بتاعها برا وساعتها بنسميها الشيستزوملة. لو مصغر شيستزومة. وتدخل في البلوت فيسلز وتمشي مع طيار الدم اللي هيوديها للرايت سايدوف زهارت ومنها للانج. هنقف بس واقف هنا شوية ان احنا وصلنا وصلت هي لحد اللانج. طيب الديفينيتيف غوست هنا اللي هو مين الانسان اللي عايشة جواه القضلت. تمام؟ طيب ايه الهابتات هي عايشة في جسم الانسان اتفعل ان هي عايشة في البلفيك والفازايكة الفينيس باليكسس اللي هي بتغزي اليوريناي تريكت. الانترميديات هوست اللي هو نوع من السنيل اسمه بوليناس ترانكيتس السنيل. الدياجنوستيك ستيج اللي انا بشخص بيها المريض اللي هي الاج اللي هي تنزلي فين في اليورين. وشكل الاج زي ما احنا شايفين بتبقى اوفل وليها تيرمينال سباين يعني لها شوكة فاخرها كده. طيب الانفكتف ستيج اللي هتعدي بها الانسان اللي هي السيركاريا اللي هي فوركو سيركا سيركاريا صاحبة التيل المشؤوء تمام؟ دي اللي هتخترق جسم الانسان مباشرة. طيب ايه المودو في انفكشن؟ هنقف هنا شوية المودو في انفكشن هتعدي ازاي؟ هيتعدي رقم واحد وده اهم حاجة بنتريشن للسكن بمين؟ بالانفكتف ستيج اللي هي الفوركو سيركا السيركاريا طيب في عوامل بتساعد السيركاريا دي انها تختار جسم الانسان وده بيجي سؤال جيف ريزون تمام؟ ايه العوامل اللي بتساعد السيركاريا تختار جسم الانسان؟ رقم واحد روتيروتك انزاين بتفرزها السيركاريا ده بتدواب لي طبقة الجلد فتساعدها انها تختار جسم الانسان. رقم اثنين ان الشخص ده طول ما هو في المية الترعة بتبقى السيركاريا لزقة على الجلد بتاعه بس مش عارفة تختار الجسم بتاعه. اول ما يخرج من المية وتبتد المية تنشف من على جسمه. السيركاريا بتاع القطرات المية دي وهي بتنشف بتساعد السيركاريا على اختراق جلد الانسان. ده بيهمني في ايه؟ في الكنترول ان انا اما اجي بعمل الكنترول للشيستزومة تمام؟ هقول ان كان ولا بد ان الشخص ده ينزل الترعة فالشخص اللي هينزل الترعة لازم اول ما يطلع ينشف جسمه كويس جدا عشان ده بيقلل من اختراق السيركاريا لجسمه. وثالث حاجة بتساعد السيركاريا انها تختار الجسم الانسان اللي هي لاشنج موفمينت اوف تيل. حركة التيل المشقوق ده اللي هو الفرق وسيرك السيركاريا. التيل بتاعها مشقوق ده ده بيساعدها على اختراق جسم الانسان. تمام؟ طيب. هل لو شربت مية فيها السيركاريا بتاع الشيستزومة هل ممكن اتعدي؟ اه. فحالة واحدة بس لو قدرت السيركاريا دي ان هي تختارق الباكة الميكوزة قبل ما تنزل للاستومك. ليه؟ قبل ما تنزل للاستومك عشان لو نزيت للاستومك الجستريك اسيدي بتاع الاستومك هتموتها. يبقى ممكن من موضو في انفكشن درينكينج الكنتامنيت الووتر والسيركاريا لو قدرت السيركاريا دي تختارق الباكة الميكوزة اه قبل ما تنزل ليه الاستومك. طيب احنا وصلنا في اللايف سايكل ان هي وصلت الشيستزومة دي اختارك الجسم الانسان وراحت مع طيار الدم لحد ما وصلت فان? لحد ما وصلت للرايت سايدو في ظهار توداها لللونج. ومن اللونج هتروح لي للليفت سايدو في ظهارت وبعد كده هتمشي مع الاورطه هتروح فين هتروح ليه الليفر تمام هتروح هنا في الليفر بقى هتستنى شوية تعود في البورتال فين اللي هو بتاع الليفر وتتحول لأضلت هي دخلت شيستزوملة هي وراحت لفت اللفة دي كلها راحت اللونج وبعد كده هتروح لي للليفر هتستنى بقى شوية عشان هيحصل لها ماتيوريشن تمام وتبقى أضلت وتتحول لميل وفي ميل الميل هيبتدي يشيل الفيميل في الجينيكو فوريج كنال في جسمه وهيهاجر من الكبد هيروح لي فين هيروح لي ليه الفازايكال فينس بليكساس اللي هي الهابيتات بتاعتها الفازايكال فينس بليكساس اللي هي بتغذي اليونيت راكت كمام؟ طيب هنا الميل شايل الفيميل في الجينيكو فوريج كنال الميل عنده سكرز قوية جدا بيمسك في جدار البلاد فيسلز ومشيين عكس طيار الدم لحد ما يوصل فين؟ لحد ما يوصل للفين زي قلنا اللي حوالين اليورينايت راكت يوصل لفين دي أو فينيول دي خلاص هو مش قادر يعدي الميل لأن الميل زي ما احنا شايفين هو أدخن من الفيميل فهو يوصل لأديق نقطة هيقف وينزل الفيميل وهي عشان أرفع هتمشي في الفينيولز لحد ما المكان برضو يبقى ديق عليها ومش قادر ان هي تعدي أكتر من كده هتبتدي ان هي بتاع تحط الايه؟ الإجز الإجز دي اللي ليها سباين تيرمينال سباين وتفضل تحط الإجز الإجز لحد ما الفينيول ده يتميلي بالإجز فهي الفيميل ترجع وبعد كده الميل يشيلها في الجينيك وفور الكنال تاني ياخدها ويرجع ويروحوا لفينيول تاني ويعملوا نفس اللي فات بالظبط طيب الإجز دي هتختارك اللي عدت بقى خلاص الإجز دي هي الفيميلز عمات حطها في البلود فيسلز تمام؟ الإجز دي هتختارك الوول بتاع اليوريناي بلودر بالسباين بتاعها وكمان في حاجات بتساعدها تاني ده بيجي برضو سؤال جيف ريزون تمام؟ اللي بيساعد الإج إن هي تختارك الوول بتاع اليوريناي بلودر؟ ثلاث حاجات مهمين أول حاجة اللي هو السباين الشوكة اللي موجودة في آخر الإج دي بتساعدها إن هي تختارك الوول بتاع اليوريناي بلودر تاني حاجة الميراسيديام اللي هو جوه الإج ده تمام؟ بيفرز بروتيولوتيك إنزايم بيدوب جزء من الجدار فتعدي الإجز ثلاث حاجة إن في كمية كبيرة طبعا من الإجز اللي في مير حطها جوه الفينيولز فده بيزود البرشر في الفين أو في الفينيول ده بيزود الضغط فبيزوق الضغط ده اللي بيزيد بيزوق الإج اتجاه اليوريناي بلودر فبتختارك اللي إيه اليوريناي بلودر عشان تنزل في اليوريناي بلودر ديه قدامها طريق من التلاتة طريق رقم واحد اللو ده الطبيعي جدا ان الاج دي هتنزللي في اليورين وتنزل الشخص ده هيعمل يورينيشن في مية الترعة وبعد كده الاج دي تنزل في مية الترعة وتكمللي لايف سايكل بتاعه الطريق التاني ان الاج دي تتحشر في الول بتاع اليورين البلدر ما تعرفش تنزل مع اليورين وده بقى اساس الباصو جينيسيز اللي بيحصل ان بيحصل حوالين الاج دي جراني لومة ليه؟ لان الاج دي عمت طلعلي في أنتجين وبريتوريتك انزيم هتحفز جهاز المناعة وتعمل لي جراني لومة حوالين الاج او تالت حاجة تالت طريق ان الاج دي اصلا معرفيتش تنزل ليه؟ لليورين البلدر اتحشرت في الفين تمام؟ ومعرفيتش تختارك الول بتاع اليورين البلدر النتيجة بقى فيبروزز وحاجة فهتنجرف مع طيار الدم اللي راجع للقلب وتروح لأي حتة تعمل لي حاجة اسمها اج امبوليزم يعني ايه امبوليزم؟ يعني سدة يعني هتروح لمكان وتسد تمام؟ والاج دي هتعمل لي حواليها الجرانيلوما وتسد دل مكان ده اشهر الاماكن اللي بيحصل فيها الاج امبوليزم هي الليور واللونج طيب الاج امبوليزم ده لو حصل لي فيه الليفر هيحصل ايه؟ هيعمل لي ايه؟ ان الاج دي جات وراح تسد البرتال فين اللي هو بتاع الليفر وعنيتلي حواليها جرانيلوما وبريوزز وال 85 طيب عشان بس نفهم ان البرتل فين ده هو بيجيب الدم من الجي اي تيه تمام من الاسبلين وبانكرياس من الاسوفيجاس من الجي اي تيه ويوديه للليفر عشان يحصله ديتوكسيفيكيشن يتخلص من السموم اللي موجودة فيها وبعد كده يطلع على القلب مرة تانية تمام طيب اما يحصل مشكلة فيه البورتال فين والاج تبقى موجودة يحصل ايج امبوليزم ويتكون حواليها جرانيلوموفايبروزيس في البورتال فين فالبورتال فين هيتقفل ويحصل بلبورتال فيبروزيس والدم مش عارف يرجع فالدم هيبتدي يتخزن في الاماكن ديها يتخزن رقم واحد فيه الليفر نفسه ويكبر في الحجم هيبات وميجالي كبر في الحجم طيب البورتال فين تفاءه كان بياخر من الجايتي من اللي سبلين من التحال فالدم برضو مش عارف في Иه يصرف وهيعمل لسبلين وميجالي التحال هيكبر في الحجم طيب ياخر من الأيسوفيجاس فالدم هيتجمع حوالين الأوعية الدموية اللي حوالين الأوسوفيجس ويعمل لي حاجة مشهورة جدا اسمها دوالي المريء اللي هي أوسوفيجيال فاريسيز وبسبب أن الدم متجمع في الأوريدة اللي حوالين المريء فهيبقى الأوريدة دي منتفخة اسمها تورشوس ومن أقل ترومة أو من أقل حاجة ممكن تفرقع والعيان يرجع دم حاجة اسمها هيماتيميسيز إن الشخص ده يرجع دم وممكن يحصل كمان أسايتس اللي يستسأل في البطن وكمان فيه ممكن يحصل إن البورتالفين اتفقنا إنه هو بيجمع للبلد من الجا اي تي عشان يعمله ديتوكسيفيكيشن يتخلص من السموم في الليفر فالعملية دي مش قادر مش هيحصل عشان الكابر مش قادر تمام فالسموم دي اللي هرجع من الجا اي تي هتروح لمين هتروح للبرين وتعمل لي كومة العيان يدخل في غيبوبة وممكن تموت العيان طيب الإج إمبوليز من المكان الثاني اللي بيحصل فيه اللونج لو حصل في اللونج هيحصل لي إيه؟ إن الإج دي هتسد الأرطيليورز بتاع اللونج الأرطيليورز دي كان بتعمل إيه؟ كان بتاخد لي الدم من الرايت سايدوف زهارت عشان توديه لللونج تمام؟ وبعد كده تنقيه ماشي في اللونج وبعد كده يرجع للليفت سايدوف زهارت ومنه للأورطة دي السايكل ماشي كده تمام؟ فالإج ما تتحشر هنا فيه البلموني الأرطيليورز هتعمل جرانيلومة فيبروزيس حواليها وتعمل لي بالموني أرطيليوليتس يعني inflammation في البلموني أرطيليولز وتسد الأرطيليولز دي والدم مش هيعرف يروح لللونج البلموني الأرطيليولز دا بياخد الدم من الرايت سايدوف زهارت عشان يوديه اللونج فكده الدم مش عارف يروح اللونج الطريق تسد ماشي؟ فهيحصل إيه؟ الدم هيتجمع لي في الرايت سايدوف زهارت ويحصل القلب مش قادر يضخ الدم اللي فيه ويوديه لللونج والقلب دا الرايت سايدوف زهارت كان بياخد الدم من مين؟ من جسم الإنسان اللي هي الفينوس ريتيرن فالدم دا كله اتجمع في الهارت وكمان هو مش قادر ياخد الدم من بقية الجسم فالدم حصل له تجمع فيه جسم الإنسان وحصل إديمة تورم في جسم الإنسان بتبتلي طبعا فيه الرجل الأول وبعد يكاد تبقى في بقية الجسم ونتيجة دا كله بيحصل حاجة اسمها الرايت سايده هارت سفيليار الرايت سايدوف زهارت مش قادر انه يضخ الدم فبيدخل فيه فشل وللقلب مش قادر يسره في الدم اللي فيه بل هارزيال كوربالمونال العملية دا كلها بنسميها بل هارزيال كوربالمونال كوربالمونال يعني ايه؟ يعني دا فيه هارت فليار لنتيجه لمشكلة فيه اللونج تمام وبل هارزيال السبب الاساسي اللي هو إيه؟ الشيستو زوما مambil بل هارزيزيز تمام؟ طيب الباسو جينيسيز باسو جينيسيز بيحصل ايه؟ رقم واحد ميجريشان للشيستو زوميلا نتيجة إنتفقنا الشيستو زوميلا دى بتدخل جسم الانسان ماشي وبتلف لفة كده في البلاث فيسل لحد ما توصل للرايت سايدو في ظهارت وبعد كده للانج وبعد كده اللفت سايدو في ظهارت وبعد كده تروح للليفر عشان تبقى قضلت فاسناء الميجريشن ده هتعدي على مين على اللانج هتعمل لي نيومونيتس التهاب في اللانج تمام وهتعدي على الليفر يبقى تعمل لي هباتوميجالي طيب تاني حاجة في الباسورجينيسيز اللي هي الإج جرانيلومة اللي تبقى فيه اليوريناري بلاثر الالج جرانيلومة دي اللي هي بتبقى الخلايا المناعة تمام بتعمل لي اج جرانيلومة وتعميلي حاجة اسمها نوديول الكولاي عكدا في اليورنر يبلادر لو حصل عليها بورورنيفريشن كبرت شوية هتبقى اسمها باب اللوما ولو يقعد هتبقى اسمها ساندي بتش طيب في الاول الجراني同وما دي بتبقى جرانيلومة بس فبنسميему المرحلة دي تيشو برويفريشنن. و نتيجه طيب第 4 هذه المرحله دي بتبقي يعني ي ريفيرسابل يعني لو ضدت العلاج في المرحله دي ليسه في الجيراني لوم الدعون العاليان هي خف. طيب بعد كده اللي لو حصل المرحله التانية اللي هي المرحله التانية اللي صنيه بتبقي ان رفيرسابل يعني لو ديت العلاج مش هي خف خلاص. طيب رقم ثلاثة في الباسو جينيسي اللي هي الايج امبوليزم زي ما قلنا الايج امبوليزم دي ان الايج معرفيتش تختارك الول بتاع اليورينالي بلدر واتحشرت جوه الفينز تمام وخدتها طيار الدم راح نوديها لأي حتى المكانين اللي بيحصل فيهم الايج امبوليزم بيحصل فيه الليفر وفي اللونج طيب قلنا لو حصل فيه الليفر هتعمل لي ايه تعمل لي بورتر فايبروزز زي ما شرحناها وده يعمل لي هباتو سبرينوميجالي هيتكبر الليفر والسبرين ويعمل لي اسوفيجيال فاريسيز ودوالي مرية ويعمل لي اسايتس استساءة ولو راحت للنج هتعمل لي بالمونري ارتريولايتس زي ما شرحناها وضغط البالمونيجالي هايبرتنشن ويحصل كونجستف رايت سايد هارتفيلير العملية دي اللي بنسميها بالهارزيال كور بالمونيل كنه نكال بيكتشار ايه بقى العيان هيجي يشتكي من ايه هو هنا هيمر باربع مراحل اول مرحلة اللي هو سيركاريال درماطيتس اللي هو لسه العيان طلع من الترعة والسيركاريال دخلت جسمه وبيحصل لي حاجة اسمها سيركاريال درماطيتس مكان دخولها في جسم الانسان بيبقى فيه ببيول وفيزيكلز ويتشينج ده اللي هو نتيجة طايب وان هايبر سينسيتيفتي لأكشن طيب رقم اتنين اللي هي نتيجة المايجريشن بتاع الشيستوزوميلا انه ان الشيستوزوميلا دي بتدخل تختارك جسم الانسان وتلف اللفة بتاعتها توصل للنج وبعد كده توصل لي لليفر عشان يحصل لها ماتيوريشن لأضل تميل وفي ميل طيب في الاماكن اللي هي تعدي عليها هيحصل مشاكل اوان هتعد على اللونج هيحصل لي حاجة اسمها فيرموناس نيومونايتس نيومونايتس يعني التهايف في اللونج فيرمونوس يعني سببه دودة يبقى فيرموناس نيومنويتس في التهايف في اللونج بسبب الديدان او دودة البلهريسيا ماشي؟ العيان هيבע عنده قاف وهيموبتزيز قاف اللي هي القحة وهيموبتزيز ان هو هيقح دم بعد كده هتروح للليفر الليفر هيبقى فيه هيبقى تندر هباتو ميجالي هيبقى كبير في الحج ولو دست عليه العيان هيشتكي من قلم فيه تندر هباتو ميجالي وكمان الشيستزوملة دي وهي عمالها بتتجول كده وتلف في جسم المريض بتحفز لجهاز المناعة طبعا خاصة الإسينوفيلز ويحصل ألرجيك منفستيشن في صورة أرتكاريا وهدك ومسل ويكنس وفيفر رقم ثلاثة اللي هي مرحلة الاج هين المرحلة دي اللي هي الفيميل خلاص بتحط الاجز بتاعتها في البلد فاسلز اللي حوالين اليورني litigation والاجز دي بتبتلي تختار جدار اليورني فطبعا هي بتختارك اليورني بلدر بينزل دم في اليورين يحصل حاجة اسمها تيرمنال هيماتوريا تيرمنال هيماتوريا يمكنٰيع يعني فيه بلد نزل في اليورين ترمنال يعني في آخر اليورين ليه تيرمينال؟ لأن عملية اليورينيشن تمام؟ بتحصل إزاي؟ بتحصل إن اليورين ده أغلب و بينزل بالجرافتي الشخص يدخل يعمل اليورينيشن فأغلب اليورين ده بينزل بالجرافتي بعد كده تبتدي اليوريني بلادر تعصر نفسها يحصل مصر كونتراكشن عشان تنزل آخر شوية من اليورين فلما بتعصر نفسها الإجي بتتعصر وتبتتقطع في التيشو وينزل دم ساعتها وكمان بيحصل ديس يوريا يعني فيه ألم أثناء التبول وفريكونسي إن العيان رايح جاي على إيه؟ على الحمان رابع حاجة اللي هي مرحلة التيشو ري اكشن دي اللي هي الكورونيك ستيتش تمام؟ بيحصل بعد سنين من العدوى بيحصل فيها كذا حاجة نعرف إزاي بيحصل حاجات إيه؟ اليوريني بلادر بيبتدي فيحصل فيها الناجرانيلومة وبعد كده فوقيها بيحصل تلايف فالفايبروزز ده هو التلايف بيبتدي يديق المكان يعني اليوريني بلادر هتديق في الحج ومش هتقدر إن هي تعمل كونتراكشن عشان تنزل كل اليورين اللي جواها ففي شوية من اليورين ده هيفضل جواها كل مرة ويحصل استيزز يعني تجمع اليورين فيها والأملاح اللي في اليورين دي هتكذب البكتيريا وهتعمل لي ساكندري بكتيريا الإنفكشن وكمان ممكن تعمل لي حصوات ستونز ومع الكورونيك انفلاميشن اللي بيحصل ده والساكندري بكتيريا الإنفكشن والستونز اللي بتتكون يبدأ بقى الإيبيسيليم بتاع اليوريني بلادر يتغير عشان يقدر يتحمل الكورونيك إريتيشن اللي بيحصل فيبدأ يتغير ويحصل لي سكويما السيل كارسينوما اللي هو الماليجنانسي بتاع اليوريني بلادر ويحصل لي كمان من المشاكل اللي بتحصل الهايدرو يوريتر والهايدرو نيفروزز ورينا الفيلير اللي بيحصل لما بيحصل فيبروزز والدنيا بتديق اليورين كمان مش هيعرف يعدي فاليوريتر هيتميلي يورين وبعد كده كمان اليورين ده هرجع على الكيدني وهيتجمع جواها فهايدرو يوريتر يعني البول متجمع في اليوريتر وهيدرو نيفروزز يعني اليورين متجمع في الكيدني وده هيعمل لي ايه؟ اليورين اللي هيتجمع في الكدني ده هيضغط على الرينال تيشو هيبقى فيه اتروفي يحصل ضمور فيها والعيان ممكن يدخل في رينال فيلير تمام؟ طيب الدياجنوز هشخص العيان ده ازاي؟ رقم واحد اتفقنا في اي دياجنوز ليه الهيستوري والكلينيكال بيكتشا هيستوري ان الشخص ده غالبا هيقول ان هو متعود ان هو ينزل اتراع كتير كنينيكال بيكتشا هيبقى جاي بايه؟ جاي بهيماتوريا هيقول ان فيه بلد بينزل في اليورين وديسيوريا وفريكونسي تمام؟ فيه قلم اثناء البول وفيه ان هو فريكونسي رايح جاي على ايه؟ على الحمام طيب رقم واحد اطلوب له ايه؟ تحليل سهل وبسيط ورخيص اللي هو السي بي سي سي سورة دم كاملة هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها اسينوفيليا وهلاقي فيها ليكو سيتوزيز عشان الوايل بيسيز طبعا عالية نتيجة السكندري بكتيريا الانفكشن وهلاقي فيها مايكرو سيتيك هايبو كريمك انيميا نتيجة ايه؟ نتيجة ان هو بيفقد دم في البول ان قلنا بيحصل هيماتوريا البراد بينزل في اليورين تمام؟ فيحصل لي انا كمان هبتدي ابحث عن الايج في اليورين ان هي بتنزل في اليورين فعمله تحليل اليورين بس فيه هنا حاجة مهمة اننا هطلب من العيان يعمل لي 15 دقيقة تمارين قبل ما يعمل تحليل اليورين وبعدها هيعمل التحليل ليه؟ عشان الاكسرسايز اللي هيعملو ده بيعمل كونتراكشن في اليورين البلدر وينزل لي الايجز واقدر اشوفها وهطلب كمان من المريض ان هو بيعمل العينة يخد لي اللاست دروبس بتاع اليورين تمام؟ وهاخد العينة ديها واعملها سنتري فيو بيشن وعشان تترصب الايجز فيها وبتدفحصها فيه تست بس بتعمل اللي هو الايج فيابيليتي تست تست ده بقدر اشوف به هل الايج ديها فيابول ولا لا يعني هي الايج دي عايشة ولا ميتة لو لقيت الايج ديها ترانسلوسنت وتفقس في المياه ده شوفي حركة الميراسيديا يبقى الايج دي اي حاية لو لقيت الايج ديها اللي هي الشكل بتاع معتم كده مش ترانسلوسنت ولو حتضف مياه مش هتفقس يبقى الايج دي اي ميتة طيب بعد كده انا في الحالات بقى اللي هي تبقى الايرلي ستيج او الكورونيك ستيج الايرلي ستيج اللي هو الشخص ده لسه في بداية المرض والشستزوما لسه منزلتش الايج في اليورين فلو عملتوا تحليل يورين مش هلاقي مش هلاقي ساعتها الايج تمام؟ او الحالات الكورونيك كمان اللي هي حصل خلاص فيبروزيز فالايج مش عارفة توصل لليورين اساساً فلو عملت المريض ده برضو في المحلولة ديه يورين تاست مش هلاقي إلاج ساعتها بلجأ لايه للسيرولوجي كمام؟ هبتدي ان انا هدور على الانتيباضيز في دم المريض او ممكن كمان ادور على الانتيجن في السيروم او اليورين اخر حاجة اللي هي راديولوجي الأشعة ان انا ممكن اعمله التراساونت ممكن اعمله سيستيسكوبي اللي هو المنظار اشوف به اللي هو النديولز اشوف لو فيه لقدر الله مليجنانسي وابتدي ااخد عينة من الليجن اللي انا شايفها التريتمنت هعالج العيان ده ازاي؟ قلنا التريتمنت لكل التريماتوت برازي كوانتيل معدل فشولة يبنا عالج الشيستوزومة هنا بالبرازي كوانتيل 40 ميلي جرام بير كي جي سينجل اورال دوز بديها مرة واحدة للعيان الحالات اللي هي بتبقى ريزيستان وتستجبش البرازي كوانتيل ممكن قديلها دواتاني اسمه مترايفونيت طيب اخر حاجة اللي هي البريفنشن والكنترول البريفنشن والكنترول همنع بقى الشيستوزومة دي ازاي؟ انه رقم واحد ماستريتمنت عالج العيانين رقم اتنين بيرسونال بروفيلاكسز اولو ما تنزلش في مية الترعى ما تشربش مية فيها شيستوزومة اللي مضطر ينزل الترعى يلبس بوت تمام؟ لو نزل الترعى ينشف جسمه اول ما يطلع منها ممكن يستخدم الريبلانت ريبلانت دي مواد بتتحطى على الجسم بتمنع السيركالية ان هي تقرب من جسم الانسان ده كله في البريفيلاكسز طيب تالت حاجة اللي هي بيوروغوتر صابلاي رابع حاجة اللي هي السنيل كنترول ان انا هقضي على السنيل اللي هو الانترميديات ازاي؟ عن طريق تلات حاجات اساسية فيزيكال وبيولوجيكال وكيميكال الفيزيكال دي ان انا بغير في البيئة اللي بيعيش فيها السنيل فبحيس ان هو مش يعرف يتأقلم تمام؟ ويموت ازاي؟ ممكن ان انا اشيل الحشائش والنباتات اللي هو السنيل بيتغزة عليها ان انا اعلي سرعة المية لو هو بيحب مسلا المية اللي هي اللي بطيئة شوية فعلي انا سرعة المية ااا استخدم حاجة اسمها الضاب الكنال سيستم ان انا بستخدم ترعتين مثلا ترعة الاولى ان انا استخدمها لمدة 6 شهور ماشي؟ وبعد كده انشفها وانتقل للترعة تانية فلنشف دي القواقع هتموت وبعد كده اشتغل على التانية واقفل دي وهكذا يعني كل واحدة شغلها 6 شهور وابتدي انشفها عشان لو فيها سنيل زي تموت ممكن كمان اجيب بنخيل مسلا وحطه في اول الترعة في الكنال دي فالسنيل هيتجمع عليها وبعد كده اجمعه واقضي عليها ده كله الفيزيكا طيب بالنسبة البيولوجيكال ان انا بستخدم كائنات حية تتغزة على السنيل ده زي ايه زي الدكس وزي الفيش او فيه نبات معين اسمه اللي هو البلانايتس جيبتيكا ده بيبقى سم للسنيل فابتدي ازرعه بحيث ان هو يقضيلي على السنيل او كيميكال ان هي مواد كيميائية اللي هي اسمها موليسكي سايدز موليسكي سايدز يعني مواد كيميائية بتموتلي السنيل زي ايه زي الكبر صالفيت وزي السوديم بنتا كلوروفينات والسلام عليكم